مصطفى شاب صالح تقي بعد أن تخرج من الجامعة انتظر تعيينه في تخصصه كمعلم للغة العربية وأثناء ذلك كان يقوم بمساعدة والده في زراعة الأرض التي يعمل بها كأجير حتى يساهم في الإنفاق على أمه وإخوته وبعد ثلاثة أعوام من تخرجه عرض عليه أحد أصدقائه العمل كمعلم في مدرسة ابتدائية خاصة بالعاصمة فوافق بفرحة كبيرة حيث وجد أن أمله سوف يتحقق في تعليم الصغار أفكاره الراقية بأسلوبه الجميل عندما استلم مصطفى جدوله ودخل أحد الفصول فوجئ بمستوى التلاميذ الضعيف والأخطر من ذلك ما لمسه من عدم المبالاة والأخلاق المتدنية لكثير من التلاميذ ولأنه تعود على التحدي قرر تغيير كل ما هو سلبي عند التلاميذ وغرس الأخلاق الكريمة في قلوبهم مهما عانى عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومع أول يوم بدأ يتصادق مع تلاميذ الصف الرابع ويتعرف على أسمائهم وبعد أن قرأ لهم بعض الآيات والأحاديث ابتسم وسأل كل تلميذ ماذا تحب أن تكون عندما تكبر فمنهم من قال مهندسا ومنهم من قال طبيبا ومنهم من قال ضابطا ثم أخذ من كل التلاميذ كراساتهم وكتب بعد الإسم المهنة التي يتمناها كل تلميذ مثل الضابط محمد الطبيبة شيماء المهندس رامي وهكذا وأعاد توزيع جلوس التلاميذ بحسب مهن أحلامهم فالمهندسون بجانب بعضهم والأطباء والضباط والمعلمون مثلهم وبدأ يمارسه ومهنته كمعلم لهؤلاء التلاميذ ومن يخطئ منهم أو لا يقوم بحل واجباته يعاقبه عقابا مختلفا دون عصى أو ألفاظ نابية فقد كان يسحب لقبه أو المهنة التي يحلم بها من كراسته ويطلب منه الجلوس في مقعد آخر فكان كل تلميذ يخشى من سحب حلمه لذلك بدأ كل تلميذ يذاكر دروسه ويتحلى بأخلاق طيبة ومن يخطئ في إجابة كان الأستاذ مصطفى يعيد الشرح مرات كثيرة لذا استغنى الجميع عن الدروس الخصوصية وبعد أشهر قليلة ذا عصيط الأستاذ مصطفى فانقلب عليه المعلمون بسبب امتناع التلاميذ عن الدروس الخصوصية وقدموا أكثر من شكوى يتهمونه بالإساءة إليهم ويطلبون فصله من المدرسة ولكن مديرة المدرسة كانت على علم بأخلاق الأستاذ مصطفى وأسلوبه الراقي من خلال التقدم الذي حدث للتلاميذ خلقا وعلما لذلك قامت بترقيته كمعلم أول بالمدرسة ووعدته بمكافأة مالية كبيرة وتقديمه للوزارة لتعميم أسلوبه التربوي الرائع في كل المدارس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر